موسيقى الناس كتير بي نخش بيها كل بيت في مصر عندنا رسالة كمان هو دعمنا للشباب المستمر للبنات والولاد طبعا أكيد يستحقوا مننا مشينا أكيد كلنا فينا في حياتنا مشينا مشوار طويل ولكن لما بنقدر نقدم دعم الحد أكيد بندعمه له عشان كده الفقرة بتاعت دي فقرة شبابية فنية خليني طبعا أرحب بي الفنان الشاب أحمد سيد زاكي أحمد أخبارك أخبارك يكونوا خير الحمد لله والفضل لله خير قولي بقى موهبة الغنى دي انت اكتشفتها وانت عندك قدية يعني تسع سنين تسع سنين بدأت اللي هي مرحلة نمو الصوت بدأت تعرف أن أنا بغني طب أول ما غنيت بقى كنت بتغني يعني شعب تالي يعني معيشتش على المهرجانات دا لسه المهرجانات ما كانش لسه في مهرجانات يعني أكيد ملت أكتر لإيه بقى للشعبي ولا الرومانسي كم كلسوم حلو ما شاء الله الناس القديمة الناس القديمة بس أكيد طالما اسمعتها ناس قديمة يبقى أكيد أنت يعني طلعت على أني باباك أو مامتك بيسمعوا حاجات قديمة آآآ طبعا طبعا هم اللي كانوا اللي مشجعيني الأكتر يعني هم اللي مشجعيني حاليا نتوجه لهم طبعا بالشكر طبعا ونقدم لهم تحية من خلال البرنامج هنا آآ أحمد طب قولي آآ في حد انت وارس منه مهنة الصوت أو الحس الفني أنت لوحدك آآ في شلا اللي فات واللي كان والذكريات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سوكات واضح ان انت بحب جورج كمان عشان كده عشان كده حس ان انت حتى بتحاول تجيب طباطة مش عروا بتقلده بس بتحاول دايما ان واحد لما بحب حد قوي بحاول ان هو يجيبه او يحاول يبقى شبهه او اي حد يتمنى اي حد يتمنى طبعا يبقى جورج طبعا انا معاك طبعا ده السلطان منا حدش يقدر ينكف ده طب انت شايف نفسك فاني يلون انا شايف نفسك الشعبي الشعبي مع الجيل اللي طالع الجديد لا مهرجانات لأ يعني ما احترامي فيه ناس في المهرجانات اصواتها حلوة اوه 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 اه حقيقي فعلا بس ظلم نفسها في حتة المهرجانات اه اه لو استخدمتها في الجزء اللي هو الشعبي اللي هو محمد عدوية والناس ديت هتبقى تمام جدا يعني طبعا وانت شعبي من وجهة نظرك ايه اه اللي هو ايه اه الشعبي اللي انت احبه من وجهة نظرك ايه اللي هو مثلا بهاق سلطان يلا بينا انا من الناس اللي بحب تستعبها سلطان جدا مم وحمد سعد يعني وحمد سعد طبعا ويعني عندنا فنانين في مصر يعني صوت قوي بجد حقيقي يعني اه اه فيه فيه كتير طب يلا بينا سمعنا مين فيهم الاول انا معايك انا عادي بحب بهاق سلطان وبحب باحمد سعد واصوات الاتنين بحبوهم يعني اه نسمع بها سلطان يلا بينا بها سلطان يلا بينا بها سلطان يهد ولا عادين بقى لا عادين شوية يلا بينا اه اه انا زعلتك في حاجة طب يا حبيبي هات بالدار عينك ليه لما بتيجي في عينيه وحكيتك بس فيك حاجة مش عادية اقول لي يا حبيبي حاجة ما تصعدش علي انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما قدرش اسيبك تتقلم ساكت يا حبيبي ليه انا دايقتك طب قلت حاجة ما تتقلش مش ماشي ولا سيبك تمشي قبل ما فهمتي ما شاء الله ما شاء الله صوتك حلو ما شاء الله صوت كمان كوي ما شاء الله ولي بقى دربت مين دربك مين مسكك اللحن مين مسكك مقمات الصوت هتصدقي اه هتقول لي نفسي حالباية انا برضو يعني انا مش فاعمة مقمات برضو انا مش حد في المجال ولكن يعني عشان لو انا قلت حاجة لو انت حبقعت في حاجة مبقاش انا يعني هلبس في الليلة الوحدي هو انا والحوار كله بيعتمد يعني 80% 70-80% على السمع على السمع اه انا اسمع كتير اتعلم اكتر تمام اه برضو لازما يبقى فيه مايسترو طبعا فيه معايا المايسترو محمد ابراهيم ابن الاستاذ طبعا ابراهيمكا هو لحد كبير جدا اه بقدم له طبعا التحية اه بقدم له التحية اه هو برضو حد برضو عرفني حاجات كتير جدا معهم في فرقة قصر ثقافة الجيزة اه احمد حاسد ان الشباب وبذات المطربين الولاد مظلومين شوية في الفترة دي احنا كلنا مظلومين انا اول واحد من الشباب انا انا بتكلم اولا اولا عن نفسي اول حاجة انا مظلوم ناس كتير اول مظلومة انا كنت في برنامج الدوم تمام اه طيب انا يعني هقولك حاجة الحياة عمومة مكسب اخصارة اه طبعا مش معناتنا خرجنا من المسابقة اه بس خدنا خبرة المسابقة وخدنا وقوف على مصرح وقوف قدام يعني الناس لها وضعها اه اكيد طبعا اكيد فاكيد يعني كل مشاركة يعني عايف زا فويز وزا كيدز والحاجات اللي احنا بنشوفها وستر اكاديمي والحاجات دي وصوت الحياة والبرامج كلها دي طلعت نجوم حتى لو هم ما استمروش يعني حتى لو هم ما وصلوش للفاينال بس وقفوا غنوا الناس عرفتهم غنوا اغنية ما غنوش دقيقة خلينا نقول كل مسابقات بيبقى ليها لسياسة بتاعتها مو ولكن خلينا نخرج من النطاق ده بس عموما كل حاجة في حياتنا اكيد بناخدها خطوة اكيد طبعا ناخدها تجربة وان شاء الله اللي جاي احسن لعله خير والخطوة كمان اللي كانت في الدوم دي خطوة جميلة جدا وزا وان شاء الله بعدها تستمر عايزة اقولك ان ان احنا كان معانا لا خلينا في مكاننا عشان ده كد طيب يعني كتير بيبقى الناس يقفوا على مصارح كتيرة وبيطلعوا بعد كده اما حاجة بناخد من كل تجربة ان احنا نقوى ونستمر ونسبك للناس اللي احنا عندنا موهبة فنيه كوية جدا ويلا بينا سمعنا حاجة قديمة بقى يلا انا صحيح اسمه احمد سعد بس انا احمد سعد بس ناوه في كل اغنية ان انا افكر في اغنية وصراحة احمد سعد يعني حد جميل جدا طيب عنينا حاجة قديمة وبعدين اسمه احمد سعد يلا بينا لسه فاكر لسه فاكر قلبي يدي لك امان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يدي لك امان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان والله نظرة توسي للشوق والحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان كان زمان مشوار طويل دلوقتي المشوار بقى اسهل اليوتيوب والسوشيال ميديا النهاردة والتيكتوك والانستجراب وكل الحاجات البجات اللي اتعملت كل ده سهل سهل انا اعتقدر الموضوع بقى اسهل كتير جدا والموضوع كمان فيه ربحي يعني انت النهاردة لو انت عندك مهربة بجد الناس هي اللي هتحكم واحنا في الاول في الاخر بيهمنا الشارع بيهمنا الناس هو الشهرة كلها بتعتمد على الجمهور على حب الناس طبعا اكيد حب الناس هو اللي يفرق مع اي حد وعشان يستمر خلي بالك ما انت ممكن تبقى مشهور جدا وفيه فنانين ممكن مش كدير بس اقول اقلية بس ما عندهمش الروح ما عندهمش الكامستري ما بينهم وما فيش تفاعل ما بينهم وبين الناس اه اه دي حقيقة حتى ساعة تشوف حد ما ستقول ايه مع انه شكله حلو جدا بس ده متقيل جدا على قلبي اه فاهم حاجة طبعا هي حب الناس اكيد طبعا هو حب الناس هو المكسب في الحياة طبعا بالزبط بالزبط يلا قولينا هتقول ايه للناس بقى اه طبعا انا خليك تغني النهاردة بص اه حرموحك النهاردة ما خالص انا عناليك انا عناليك انا عناليك هيرسالة من ربنا ليك ان انت يعني ماشي في طريقة الحمد لله والفضل الحمد لله والقاعد قداميك طبعا بحاجة يعني تزيبني شرف كتير جدا تسلمي اه ممكن نغني اغنية طبعا للناس يلا يلا نغني للناس حاجة حلو عبال ما تغني كمان حاجة تقول ليك ان شاء الله يا رب يا رب اه نغني وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معك انا عايزة اقول ان دي من اكتر الاغانية طبعا بحب الفنان الجنيل سيدنا الكاوي اه طبعا الناس اللي بحبها جدا جدا اسمعي بمن اكتر الاغانية بتشارش من العربية في الله بي اكيد حد قالك المعلومة دي مين دا من الجوف اللي كان والله ما حد قال لي حاجة السنة بحب اسمعها للساس طيب طبعا حد كويس جدا فيش اختلاف طبعا اه طبعا وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك غلوب الحب معاك ايش انا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حائل فيه ما تخليش الدنيا تلعب بيه خلي شوي علي وخلي شوي علي خلي شوي علي وشوي علي الله 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 هشوفك تاني أكيد والمرة الجاية يا أحمد هشوفك إن شاء الله وإنت في أحسن الأحوال وهشوفك وإنت عامل أغنية لك ونبريك لك عليها وهو تنسى أن أول ما تبدأ مع أول أغنية في السوق هنا هنا دايما نتيجة إحنا أول ناس طبعا أكيد إن شاء الله بجد أنا مفتوطة أن أنت كنت معي وبشكرك جدا نورتني أحمد من الأصوات الجميلة اللي إن شاء الله يعني متنبأ لها مستقبل كبير إن شاء الله بشكرك يا أحمد جدا كده أنا خلصت حلقتي النهاردة استنوني إن شاء الله يوم الحد اللي جاي بس في نفس معدنا ساعة ثلاثة